السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم محبي مسلسل الميراث إليكم توقعات الحلقة 269 لكن قبل البدء بالفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد إن شاء الله آسيا لحد الآن تخفي في شخصيتها الكثير من الأسرار خاصة في مواجهتها مع مريم والتي قالت لها أنها تعرفها منذ عشرين عاما وهذا الأمر أشعر مريم بالرعب من آسيا فعلى ما يبدو أن آسيا عاشت وحيدة طوال العشرين عام وأنها تنظر إلى مريم وأنها تعيش حياتها وهي طفلة وذكرتها بنفسها حين رأتها وهذا ما سيبدأ يكشف لنا الكثير من الأمور في شخصية آسيا فعلى ما يبدو أنها تعاني من مشاكل نفسية صعبة خاصة أننا نراها في بعض الأوقات شرسة بطريقة غامضة وتسبب المشاكل للجميع وفيما بعد نراها شخصية طيبة تريد الخير خاصة لبنات أختها فعلى ما يبدو أن آسيا تعاني من بعض الانفصام بالشخصية ويبدو أن التربية التي عاشتها لها تأثير كبير وكأن والديها كانوا يفضلون جويرية عليها وهذا ما سبب لها هذه الأزمة النفسية وستكشف لنا الحلقات القادمة الكثير من المفاجآت وسيكون بطلها الجد عبد الرحمن أتوقع يوجد رابطة قوية بين مريم وآسيا آسيا تكون على حق بمعرفة مريم منذ عشرين عام إلى هنا نصلنا إلى ميادة الفيديو والآن ندعكم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة